نظمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة لبريمي بالتعاون مع إدارة المدينة الصناعية مدائن اجتماعها الدوري مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجههم هدفه الرئيس لمعرفة المعوقات لتواقه المصانع وتأتي الزيارة للمصانع لمعرفة المدخلات والضرائب والارتفاع الحاد الفواتير الكهرباء مؤخرا ناقش المجتمعون أبرز تلك التحديات التي تتمحور في الارتفاع النسبي لفواتير الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام والطاقة وتناسب المخرجات الأكاديمية المهنية والتقنية مع التخصصات المطلوبة في المرحلة القادمة يعول على القطاع الصناعي في المرحلة القادمة أهمية كبيرة سواء من ناحية رفع الإنتاج المحلي بصفة عامة وكذلك في عملية التوظيف المخرجات المهنية والتقنية والتي سوف تكون رافض لهذا القطاع كذلك يعاني القطاع من ارتفاع في تكلفة الطاقة في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء كما قام المجتمعون بجولة ميدانية تفقدية لبعض المصانع للإطلاع عن قرب على واقع الصناعات مؤكدين على ضرورة إقامة معارض الصناعات العمانية محلية ودولية تحديات الحالية هي ارتفاع فاتورة الكهرباء اللي أسمع معظم الصناعيين يتكلموا عنها يفترض أنها تدرس دعما لهذا القطاع الصناعي الواعد نحن معارض بالصناعيين قليلة جدا فأتمنى من وزارة التقارة والصناعة الاهتمام بهذا الجانب لما له دور كبير بتوصيل الصناعات العمانية على السعيد الداخلي والخارج الاجتماع بالمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في المدينة الصناعية بمحافظة لبريمي يسهم في تشخيص المشكلات وإيجاد سبول علاجها من المدينة الصناعية بمحافظة لبريمي عادل بن حمود السعيدي ترجمة نانسي قنقر